وعشان كده أول مشكلة موجودة في الحالات دي هو الشعور بالحرمان العاطفي بيبقى تحدي كبير قوي قوي إن الشخص اللي بيكون عنده تعلق بالحب الأول وبيدخل الجواز بيبقى هو حاسس بأنه هو حصل له حرمان عاطفي وهو عايز يعوض الحرمان ده فممكن في بعض الأحيان لما يكون محصلش حد وخاصة لو كان الزوج مثلا في حالة ما كان الزوج هو الطرف الآخر في العلاقة والزوجة هي اللي كانت متعلقة بالحب الأول فإذا كان الزوج مثلا شخص عملي ما بيعبرش عن مشاعره ما بيقومش بقضية الاحتواء العاطفي فممكن الزوجة في اللحظة دي تقابل حد يشبع الحرمان ده سواء بطريقة ممكن يكون من الأهل ممكن يكون الوالد يعمل كده فعا تتعلق به وهيبقى هو بطلة ويتوارى ومكانة الزوج أو ممكن يكون من غير الأهل وساعتها يكون الإشباع ده بطريقة غلط ويحصل هنا بقى نوع من أنواع الإدمان لهذا الإشباع وده اللي أنا بسميه دايما معاكم بالاحتواء البديل ولذلك هنا بنقول للزوج خلي بالك لما تلاحظ أن زوجتك سواء بقى عرفت من خلال كلام أهلها أو عرفت من خلال كلامها هي أنه كان فيه حب أول وأنها لما بنكلم عن الحب الأول ده بيحصل لها مشاعر خلي بالك من ده لأن ساعة ما تتغافل عن مسألة الاحتواء العاطفي ده هتحصل منك حاجة وكأنك بتضيع من تعول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يعني ساعة ما تتتم عاطفيا بزوجتك ده ممكن يكون سبب من أسباب أنها تبحث عن الاحتواء البديل ده مش نوع من أنواع التبرير للوقوع في الاحتواء البديل لكن نوع من أنواع الوصف وعشان كده هنا الشخص اللي بيحتوي الاحتواء البديل اللي هو بيبقى الطرف الثالث اللي برة بيبقى الزوجة ساعتها أو الزوج بيتعامل معاه كما يتعامل مع المخدر رغم أنه حاجة مدمرة للشخص ده مدمرة للسمعة مدمرة للأولاد مدمرة للحياة الزوجية مدمرة للعلاقة الزوجية كلها لكن الشخص اللي عايز الاحتواء ده بيعتبره شيء لطيف مع كونه نار الله الموقع ده طب بيعتبره شيء لطيف ليه؟ عشانه كأنه بينسيه الوجع اللي حصله لما فاتوا الحب الأول لأنه بالنسبة لي بيكون فيه مواصفات لو هي الزوجة بيبقى فيها فيه مواصفات الرجل الجدع الحنين العطوف اللي زوجع على خلاف هذه الصفات بالذات أنه هم بيعيشوا الكلام ده في لحظات مسروقة ما فيهاش مسئولية لكن الزوج في الحقيقة ما بيقولش الكلام الحلو ما بيكونش حنين بالدرجة اللي هي منتظرها لأنه هو مليء بالمسئولية ومليء وكمان مليء بالأحمال والضغوط لكن المشكلة بقى بتبقى الحقيقية لما يغيب الإشباع ده وبيكون الشخص عامل زي المدمن مدمن المخدرات وإيه اللي يحصل؟ ويخبط في كل حاجة حواليه وكأنه بيبحث عن بديل للإشباع البديل وللأسف الإدمان ده بتروح معاه قيم وأخلاق بتروح معا قيم زي قيم الوفاء والإخلاص والكرامة عند الإنسان وكأن الشخص ده في حالتنا دي اللي احنا ندربين بيها بمثال وكأن الزوجة في اللحظة دي بتفقد هويتها وتنسى أن هي بنت ناس وتنسى أن هي صاحبة أخلاق وصاحبة قيم وصاحبة حياء وصاحبة عفة وبيكون عبارة عن شبح ماشي ومش حاسس بنفسه كأن الشخص اللي أدمنه ده أخد روحه معاه وأخد قلبه وكل حاجة وسابه بلا روح عبارة عن حطام